تحصي مديرية الفلاحة لولاية ورقلا ما يقارب 22 ألف هكتار من غابات الناخيل والتي يقدر إنتاجها بمليون وستة مائة ألف قنطار إلا أنها أصبحت مهددة بالزوال بعدما تحولت إلى أماكن لرمي الأوساخي وبقايا أشغال البناء كان يهتم بالغابات الناخيل وهناك من لم يهتم ومن جهته مدير الفلاحة بالولاية كشف عن حملة من التدابير والمشاريع المحلية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه الثروة من أجل استرجاع هذا الفلاحين خصصنا هناك مشاريع عبر المبادرة المحلية هذه المشاريع الدولة خصصت يعني عادة الاعتبار لأعبار الناخيل هناك قنوات السقي المسائل الفلاحية وفي انتظار حلول جدرية من طرف السلطات المعنية للقضاء على هذه الظاهرة وإنقاذ ثروة الناخيل من الضياع يبقى قطاع الفلاحة بولاية ورقلة يحتضن